أهلا بكم على مدار نحو عقد من الزمن حققت الدولة قفزة ملموسة في عملية التنمية الشاملة والمستدامة لشبه جزيرة سيناء ومدن القناة ضمن خطة طموحة وغير مسبوقة لتعمير أرض الفيروز واستغنال مقاوماتها المختلفة رغم العديد من التحديات وذلك من خلال تنفيذ مشروعات قومية وتنموية عملاقة كان افتتح قناة السويس الجديدة في أغسطس من عام 2015 درة التاج على رأس مشروعات تنمية سيناء ليصبح زمن انتظار السفون من ثلاث إلى أربع ساعات بدلا من ست إلى ثماني ساعات بجانب وصول زمن العبور المباشر دون توقف إلى إحدى عشرة ساعة بدلا من ثماني عشرة ساعة وفيما يتعلق بالطرق والأنفاق والكبار العائمة تم تنفيذ خمسة ألاف كيلومتر من الطرق والأنفاق ورفع كفاءتها حتى سبتمبر عشرين ثلاثة وعشرين في حين تم إنشاء خمسة أنفاق أسفل القناة لربط سيناء بمدن القناة بتكلفة بلغت خمسة وثلاثين مليار جنيه بجانب إنشاء سبعة كبار عائمة للعبور أعلى الممر الملحي للقناة بتكلفة تسعمائة وتسعين مليون جنيه أما على صعيد مشروعات السكك الحديدية فيتم إنشاء الخط الأول للقطار الكهربائي السريع العين السخنة العالمين مرسم طروح بطول ستمائة وخمسة وسبعين كيلومتراً ويشمل إحدى وعشرين محطة وخط السكك الحديد الفردان بئر العبد العريش رفح بطول مائتين وستة وعشرين كيلومتراً في مجال الطيران تم وجاري تطوير ستة مطارات جديدة كما تم إنشاء مطار البردويل الدولي على مساحة ثلاثمائة وعشرين ألف متر مربع وفيما يتعلق بالمواني البحرية والبرية تم وجاري تطوير ثمانية مواني بحرية وإنشاء وتطوير ثلاثة مواني برية بالنسبة لتوفير الكهرباء والخدمات الحكومية المميكنة بسيناء ومدن القناة تم توصيل التغذية الكهربائية لمليون ونصف المليون مشترك حتى نهاية يوليو من عام 2023 وفيما يتعلق بمشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر بلغت تكلفة تنفيذ محطة جبل الزيت لطاقة الرياح 12 مليار جنيه بقدرة 580 ميجاوات كما بلغت قيمة وعقد تنفيذ محطة لطاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بسويس 4 مليارات و300 مليون جنيه علاوة على توقيع 23 مذكرة تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات بلغت 85 مليار دولار أما فيما يتعلق بمشروعات الإسكان فتم تنفيذ 131.600 وحدة إسكان اجتماعي بتكلفة بلغت 23 مليار و300 مليون جنيه بالإضافة إلى تنفيذ 54.500 وحدة سكانية لتطوير المناطق غير المخططة لتصبح سيناء ومدن القناة خالية من العشوائيات غير الآمنة كما تم تنفيذ 4.338 بيتاً بدوياً علاوة على إنشاء 18 تجمعاً تنموياً بمحافظتي شمال وجنوب سيناء و17 أخرى جاري إنشاؤها أما على صعيد مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب فتم تنفيذ 45 مشروع لمياه الشرب لتصل نسب تغطية مياه الشرب إلى 89.3% بجانب تنفيذ 79 مشروعاً للصرف الصحي لتصل نسب التغطية بشبكات الصرف الصحي إلى 77.1% أما فيما يخص بناء الإنسان شملت جهود الدولة 372 مشروعاً لإنشاء مباني مدرسية تضم 5137 فصلاً تم تسليمه كما تم إنشاء 63 مدرسة صناعية و19 مدرسة زراعية و40 مدرسة تجارية و6 مدارس فندقية فضلاً عن إنشاء 7 مدارس يابنية لأول مرة هذا وبلغ حجم الاستثمارات العامة الموجهة لتنفيذ مشروعات في سيناء ومدن القناة 401 مليار و900 مليون جنيه منذ 2014-2015 حتى 2023-2024 وهكذا عملت الدولة على توفير سبول العيش الكريم لأهالي سيناء على مختلف الأصعيدة ودمجهم في عملية التطوير والتنمية لتصبح أرض الفيروز ركيزة أساسية من ركائز النهضة بالجمهورية الجديدة